معلول ناس كتيرة عايزة تطمن على علي معلول نهاردة بإذن الله يمكن فيه تقييم طبي أخير لعلي معلول قبل منحوا الإذن للنزول للتدريبات الجمعية والمشاركة التدريجية في التدريبات حسب معلوماتي أن الدكتور رحمة جبالله طبيب الفريق عايز يدي مساحة زمنية أكبر لعلي معلول قبل النزول التدريج علي خلاص سليم مفروش أي مشاكل خالص ولكن في حرص من الجهاز الطبي نكسب وقت عندنا مساحة زمنية لغاية شهر يناير ما نستعجلش من نص نوفمبر ممكن نستنى لغاية آخر شهر نوفمبر دي وجهة نظر طبية لدكتور أحمد جبالله وبالمناسبة عايز أقول لحضركم على حاجة عشان نقفل بس الملف ده نتيجة أن فيه ناس للأسف بتسطط كده في الماء العكر وبتحاول تعمل أزمة لواحد من نجوم وكبات النادي الأهلي الأهلي سيتعامل مع معلول وملف معلول على أفضل ما يكون وهناك تقدير كامل لعلي معلول من كل فرض في النادي الأهلي عكس كل ما يتردد في تفاصيل ممكن مش متاح نقولها لأنه ممكن تفاصيل تتعلق باللاعب وبعلاقة اللاعب مع النادي الأهلي دي حاجات ممكن ما بيبقاش متاح في الإعلام نتناقش فيها أو نقولها عالي ممكن يقولها يعني ده أمر شخصي يعني ممكن عالي معلول يتكلم فيه ولكن الرسالة عايزة أوصلها لجمهور الآهلي تحديدا أنا كل اللي يهمني الرسالة دي توصل لجمهور الآهلي في ناس تانية مهما وصلت لها من رسالة دي خلاص لها نهج معين ميكملة عليه بتطلع يوميا ما عندناش حاجة تقولها فكده بداياتنا إصابة أشرف داري تجديد عالي معلول الشنوى هيكمل ولا مش هيكمل في مشاكل في مسألة كولر أصلي جيله عروض تجديد طب لو الحاجات دي خلاص اتكلمنا فيه وحرانا على مدار الشهر نخش في موضوع تاني اللي هو مثلا نتكلم فيه الشيبي والشحات اتصلحوا ولا ما اتصلحوش كهرباء دفع ولا ما دفعش مش عارف مين اتخاني عارفين القصة اللي دايما الإعلام للأسف بدل ما يتناول موضوعات رياضية أو يجيب الخبر من مصدره على لسان المصدر لا بنقعد دايما نسمع حكايات وكاننا قاعدين على حكاو الأهاوي فاكرينها زمان هي الحكايات دي دايما اللي بنسمعها دلوقتي في الإعلام وفي السوشيال ميديا لكن بأكد لحضراتكم ان التعامل مع علم علول عكس كل ما يتردد والأيام اللي جاية هتثبت لكم كل ده مع الوقت ولكن هنشوف ايه اللي هيحصل الفترة اللي جاي